اشتركوا في القناة بالنسبة لنا دي شيء اساسي في التعامل مع الناس اللي النهاردة بتيجي تلجأ لنا من خلال وسائل الإعلام بيلاقي اني بنفتقد مصداقات الامر والجدية في الامر فاحنا قدر مستطاع بنحاول نركز على النقطة دي لان هي دي اساس لو بنا عليه الامر هيبتدي فعلا الراجل المحترم هيوصل للست المحترمة وبالتالي العكس صحيح فمن هنا بنحاول قدر مستطاع ان احنا النهاردة نخدم الناس اللي النهاردة فعلا عندهم النية الجدية في الامر ده من خلال ان احنا لما بيجي شخص النهاردة يشترك عندنا بنبتدي نساعده من خلال ان احنا نتأكد الاول من بانته نتأكد يعني نمرة واحد واثنين وعشر البانت عشان لما يجي النهاردة اتكلم عنه في برنامج او اتكلم عنه مع اي حد من الناس المشترك معايا لازم اساسي ان انا بقى عارف الشخصية اللي انا بتكلم عنها وبقى عارف كل تفاصيل الشخصية عشان ابتدي اتكلم عنه وانا ما اتطمت الحاجة الاساسية بالنسبة لنا ان احنا النهاردة بنحاول قدر مستطاع ان احنا نطلع برا السندوق نطلع برا السندوق بمعنى ان انا بدور وسط المشاهدين على بعض الشخصيات اللي تتناسب مع الناس اللي جت واشترجت عندي واللي بالتالي هي دي اساس الشغل عندي بنضرب مسأل بسيط في كل حلقة من الحلقات ان احنا النهاردة بنقول بيانات بعض الاشخاص ونتكلم عنهم ونبتدي ندلش معهم لو كان هما موجودين معانا ونبتدي نقول مواصفات الشخصية من خلال الشخص نفسه بدون ما نذكر لا اسماء ولا اي تفاصيل عنه وبالتالي بنحاول ان احنا نوصل الصورة كاملة للمشاهد ومن هنا هو ده دورنا الاساسي بنساعد المشاهد من خلال ان احنا النهاردة بيبقى موجود معانا الشخص بنفسه اذا كان النهاردة بنعلن عن شخص بيبقى فيه رقم تليفون بنبتدي نعلن عنه به هي دي الفكرة اللي احنا النهاردة بنقصل لها وبقى انه فترة طويلة الحمد لله موجودين فيها وبتدينا النهاردة ان احنا نطور من نفسنا كل شوية بشكل او باخر النهاردة على مدار الفترات اللي فاتت دي كلها بنحاول نجمع الناس اللي النهاردة اشتركت معانا واللي الناس النهاردة عندهم فعلا الجدية وصدق في البيانات بان احنا النهاردة بنجمع كل البيانات دي من خلال جريدة بتبقى مطروحة في كل محافظات مصر كل شخص النهاردة يقدر اشتريها بيبتدي يلاقي فيها بعض بيانات الناس اللي موجودة عندنا بارقام تلفونات كل شخصية راجل كان او ست كل واحد بنحط مواصفات عامة ليه بنقوم مواصفاته بشكل عام من خلال ان احنا بنذكر سنه بنتكلم النهاردة عن مؤهل الدراسة بنتكلم عن محافظة اللي هو بينتمي لها بنتكلم النهاردة عن طلباته ورغباته والحلة الاجتماعية طبعا في المقام الاول اذا كان النهاردة الشخص اعزب او مطلق او ارمل او ست النهاردة انسة او مطلقة او ارمال اين كانت الحال الاجتماعية هو ده الوصف الكل شخصية مع ذكر بعض البيانات زي السن وزي المؤهل الدراسي وطول وزن وهو ده الشكل اللي احنا بنقدمه للمجتمع اللي النهاردة بيبتدي بيبقى عنده الرغبة في الامر ده الجريدة بتبقى موجودة في كل محافظات مصر وهو ده الفكر اللي احنا بنحاول نطلع به وان احنا النهاردة بنساعد به برضو الناس اللي بتتبعنا والناس اللي مش قادرة تشترك معانا بيبتدي النهاردة يتواصلوا مع بعض الناس اللي احنا النهاردة بنزلهم من وقت للتاني من خلال الجريدة اللي احنا النهاردة بنقدمها واللي بيبقى موجودة في كل محافظات مصر طبعا بشكل عام احنا النهاردة بنحاول ان احنا النهاردة نساعد الناس بس زي ما قلت من شوية في بداية كلامي المصداقية في التحر البيانات دي اهم حاجة عندي لكل شخصية النهاردة بتشترك معي هدرب مثلا برضو باخت النهاردة موجودة معايا بتبقى النهاردة مثلا ليها صورة بطاقة ليها صورة شخصية ليها بيانات كاملة عندي بتبقى مثلا هي سنها 32 سنة وتبقى موجودة هي من حفظ القاهرة وبنقول الطول والوزن وبنقول كمان المؤهل الدراسي هي معاها مؤهل فوق متوسط وزي ما قلت يا جماعة هي 32 سنة من حفظ القاهرة وهي أنس ده البيانات اللي انا بذكرها للشخصية اللي بتبقى مشتركة معايا بس طبعا كل بيان لكل شخصية من الشخصيات بيبقى فيه مرجع موجود عندي وهو بيانات تؤكد كل اللي انا قلته من شوي في نفس الوقت النهاردة هتكلم عنها هقول ان هي النهاردة من القاهرة وهي بتدور على حد يكون اعزب او مطلق بدون اولاد الاقامة بتاعتها اللي هي عايزة اذا كان فيه نصيب بمشاقة الله وعايزة تعيش وتتعايش في قلب محيط القاهرة الكبرى يعني هي مش لا تتقبل الانتقال اي محافظة من محافظات مصر هي عايزة تعيش في القاهرة الكبرى جنب اهلها وزي ما قلت هي كل اللي هي بتدور عليه حد يكون عنده دخل سابت عنده شغل موجود في مكان كويس يقدر يتحمل نفقة الجواز وهو ده الطلبات اللي هي طلبها حتة وضع الزجق التانية بالنسبة لها مش مطلوب وفي نفس الوقت لو فيه النهاردة حد هيكون برا مصر وهي هتسافر معا ده بالنسبة لها مفيش فيه مشكلة زي ما قلت من شوية هي دي بعض البيانات اللي انا بزخورها للاخت اللي النهاردة مشتركة معايا واللي هي النهاردة موجودة معايا في قلب الجريدة وبياناتها برقم تلفونها وزي ما قلت من شوية هي 32 سنة وهي محافظة القاهرة وهي معاها مؤهل فوق متوسط والنهاردة على مستوى وقدم الجمال ده الشكل اللي انا النهاردة بزخوره عنه لما النهاردة اتكلمت عن كل البيانات دي كل البيانات دي بتبقى موجودة معايا وبيبقى ليها ملف كامل عندي ما بيطلعش عليه اي حد من الاشخاص خالص فهو ده المبمون اللي احنا النهاردة بنقوم بيه واللي احنا النهاردة بنجمع بيانات الناس دي بارقم تلفوناتهم ونبتدي نبقى متواجدين في كل محافظات مصر من خلال جريدة الجمهورية وهي المسؤولة عن التوزيع ومن هنا بنبتدي نستغل ان احنا النهاردة نقدر نسايع كل المشاهدين اللي بتتبعنا في كل محافظات مصر وبالتالي يقدر اي شخص النهاردة يحصل على الجريدة من اي مكان هو موجود فيه من خلال جريدة الجمهورية وبيلاقي الشخصية اللي انا اتكلمت عنها وبيلاقي رقم تلفونها موجود معانا في قلب الجريدة فبالتالي يقدر يعرض نفسه عليها طبعا انا في بعض الملاحظات اللي انا النهاردة برضو بحاول ان انا اتكلم فيها مع الناس اللي اشتركت معي لما النهاردة كل واحد النهاردة اشترك معي بيبقى عنده النهاردة رقم تلفون الرقم التلفون ده بيبقى عليه خاصية بيصعدوا بيها يتعامل مع الناس ويبتدي يعرف من خلال الناس اللي بيتكلموا مصدقات الشخصية فبالتالي النهاردة كل حد النهاردة بيتكلم الشخصية اللي احنا النهاردة اتكلمنا معها واللي احنا اتكلمنا عنها واللي احنا اعلننا عنها دلوقتي بيلاقي النهاردة ان هو مطالب ان هو يبدي بياناته بشكل رسمي بمعنى ان احنا النهاردة كل واحد النهاردة بيبتدي يلاقي رقم التلفون فبيقول الحل الاجتماعية بتاعته بيبتدي يقول مواصفاته وبيبتدي يقول بياناته اللي بيأكد الكلام ده ايه ان احنا النهاردة بيبتدي يبعت لها صورة بطاقة شخصية تثبت كل البيانات اللي هو قالها لو النهاردة الشخص النهاردة بيبتدي يستجيب للطلب ده وبيبتدي ينفذ الطلب ده فبالتالي هو كده حد صادق ونبتدي الست اللي احنا بنتكلم عليها والانسة اللي انا بتكلم عليها بدي بدي يحصل عندها نوع من انواع الاريحية ان هي لقيت ان البيانات اللي الشخص قال عليها مطابقة من خلال صورة البطاقة اللي بعضها دي وضع الوضع التاني النهاردة اللي بيبتدي يثبت الشخصية لما بيبتدي يحصل القبول ويبتدي يرتبوا الامور مع بعضهم ويبتدوا يحصل المقابلة العائلية ويجي الشخص يتقدم لأهلاف قلب بيتها ويبتدي من هنا حصل نصيب حصل ما حصلش نصيب بنبتدي نفضل مواجدين مع بعض باستمرار لحد ما نلاقي الطلب اللي هي عايزين طبعا هو ده الشكل اللي احنا النهاردة بنحاول نحن نقصله وهو ده الصندوق الكبير اللي احنا النهاردة بنحاول نساعد به الناس اللي النهاردة لاجأت لنا واللي احنا النهاردة زي ما قلت في بداية اللقاء بنتحرق صدق البيانات بتاع الناس اللي احنا بنزله معنا طبعا كل شخصية النهاردة بتبقى موجودة بتبقى موجود لها كم كبير من الاختيارات من خلال مشاهدين في بعض الناس اللي بيبقى عندهم الجدية واللي عندهم المصدقية فبالتالي احنا في النهاية كل اللي احنا بيهمنا ان لما بيبقى شخص اشترك عندي والنهاردة في بيانات النهاردة وجيه دفع قيمة الاشتراك عندنا نفضل نساعده لحد ما يلاقي طلب اللي هو عايزه الوضع اللي انا بحاول ان انا اوضحه لكل الناس اللي النهاردة بتبقى موجودة معايا ان احنا النهاردة بنفضل مع الشخص لحد ما يلاقي الطلب بتاعه ايا كانت المدة الزمنية انا كل اللي يهمني في الموضوع ان انا النهاردة لما حد يجيه اشترك عندي وابتدى بياناته وبتبقى موجودة معايا وابتدى النهاردة يعني يعلن عن رغبته بشكل واضح وشكل جد فببتدي اساعده لحد ما يوصل للامر اللي هو عايزه في النهاية هو ده الشكل اللي احنا النهاردة بنقدم عليه خبمتنا لكل واحد النهاردة لاجأ لينا او كل واحدة النهاردة لاجأت لينا وبتدور على الجواز زي ما قلت من شوية احنا النهاردة بنتمتع ببعض الحاجات اللي بيتعرفنا الناس من خلال ان احنا النهاردة عندنا في وسائل كتيرة موجودة في كل تليفون لكل واحد مننا بيعرفنا الشخص اللي بيتصل علينا هل هو جد هل هو صادق هل هو فعلا عنده دنية للارتباط وللجواز ولا ما عندوش الامر ده بمجرد ان بعض الناس النهاردة بيبتدي يرن مثلا عليا ويبتدي يقفل بمجرد رنة بعرف هل يا تار فعلا الراجل ده او الرقم ده هل عنده الجدية ولا ما عندوش لو هو عنده الجدية بيبتدي يتواصل بكل صادقه بيبتدي يتكلم معايا او مع الحالة اللي بتبقى موجودة فبالتالي في بعض الملاحظات اللي انا النهاردة ببتدي عرفها من خلال الشخص اللي النهاردة بيبتدي يتعامل مع الرقم بتاعي اللي بيبقى موجود معايا من مجرد الرقم التليفون اللي بيبتدي يرن علي فببتدي اعرف هل يا تار الراجل ده او صاحب الرقم ده عنده الجدية ولا لا لما بيبتدي نهاردة اتكلم مع الحالة اللي نهاردة جات لجأت لي ويبتدي تقولي موصفاتها فبتدي اسأله على صورة البطاقة ويبتدي ينفذ الامر في لحظتها ده بيبتدي اريحية وبيبتدي في نفس الوقت الوضع اللي يخليني انا متأكد ان الشخصية النهاردة اللي احنا نهاردة بنتكلم عنها شخصية جدة وبيبتدي من هنا ببتدي اتطمن من بياناته اللي قالها في التليفون من خلال ان هو تبعها بان هو بعث لي صورة البطاقة كل الحاجات الصغيرة اللي النهاردة الواحد النهاردة بيشوفها ببين الراجل اللي فعلا النهاردة عايز اتجاوز او الراجل النهاردة عنده نيل الجواز من الشخص التاني مجرد النهاردة ان انا بتكلم مع الناس وببتدي اتفق معهم على معايد وبالتازم به ده بيبقى برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي النهاردة الناس بتبتدي تاخدها على الشخص اللي بياتعامل معا كل المحلحات اللي انا بقولها دي بقولها عشان خاطر لما حد من الناس اللي النهاردة بيبتدي اتعامل مع حد من الناس عندي يبتدي عارف ازاي يخش الدخلة الصحيحة اللي بيها يوصل لان هو يلاقي ان الناس دي بتستجيب دي ويبتدي يتطمن للامر ده برضو زي ما قلت من شوية احنا كل الناس اللي النهاردة بتشترك معنا بنحاول نوصل لهم الصور كاملة لكل شخص هتكلم برضو عن حالة تانية من ضمن الحالات اللي موجودة معايا وهي المفروض ان هي مطلقة وهي بدون اولاد وهي من القاهرة عندها حوالي 43 سنة وهي بتدور على حد من نفس المحافظة مفيش مشكلة بالنسبة لها ان هو يكون مطلق زيها ارمل لو عنده اولاد او ما عندوش اولاد مفيش مشكلة حتى لو زوجة تانية مفيش مشكلة بالنسبة لها وفي نفس الوقت زي ما قلت يا جماعة اللي قام بتاعتها اللي هي النهاردة بتتمنها اذا كانت في اي محافظة محافظة بمصر مفيش مشكلة يكون بر مصر برضو مفيش مشكلة وزي ما قلت من شوية هو ده الشكل اللي انا بحطه في قلب الجريدة واللي بيبقى موجود معايا واللي بيبتدي يكون لي رقم تليفون بحيث ان النهاردة اي حد من المشاهدين النهاردة شاف البيان اللي انا النهاردة اتكلمت عنه في الحلقة فبيبتدي النهاردة بيدور على الجريدة عشان يبتدي يوصل للشخصية ومن هنا بجمع كم كبير من الشخصيات اللي النهاردة من المشاهدين اللي عايزة ترتبط واللي عندها نيل جدية في الارتباط بان انا بساعدهم بان انا بطرح لهم ناس فعلا عندهم المصدقية وعندهم الجدية في الامر ومن هنا هو ده دورنا اللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نوفره لكل واحد النهاردة اجي اشترك عندنا وهو ده الدور اللي انا بساعد به كل شخصية النهاردة كانت موجودة معايا واشتركت عندي وافضل معاها لحد ما وصل للامر اللي احنا عايزينه على سبيل المثال النهاردة برضو هتكلم عن حالة موجودة برضو من ضمن الحالات والناس اللي مشتركة معايا وهي مطلقة عندها 47 سنة وهي من محافظة الفيوم وهي عندها ولد حوالي 14 سنة واذا كان فيه النهاردة حد هيقبل بالوضع ده هيبتدي يكلمني هيبتدي النهاردة يحصل على الجريدة ويبتدي يلاقي رقم التلفون وهي بالنسبة لها عايزة حد يكون سنية تناسب مع سنها ما فيش مشكلة انها تبقى زوجة تانية وايا كانت الظروف النهاردة اللي النهاردة هيبتدي ويتفقوا عليها ده بتبقى اتفاعات شخصية بينه وبين بعض دوري الاساسي ان انا نهاردة اوفر الحالة اللي جات النهاردة واللي اشتركت عندي ان انا اوفر لها كم من الناس اللي بتبقى موجودة ومن هنا هو ده الدوري الاساسي لحد ما تلاقي الفرصة اللي هي عايزاها واللي هي موافقة بيها واللي هي بتتمنها ده الدور الاساسي اللي انا النهاردة بشتغل عليه بعلن عن الشخصية وبقول بيانات الشخصية في برنامج موجود بيشاهدوا ناس كتيرة في كل محافظات مصر ومن هنا بساعد الشخص اللي النهاردة لجأ لي بان انا النهاردة برحلته على الناس ومن هنا بيبتدي يلاقي المواصفات بتاعت الناس اللي النهاردة راح تشترك الجريدة بتبتدي تتواصل معاه وهو ده دوري الاساسي من خلال جريدة ارتباط طبعا صفحتنا على الفيسبوك باسم جريدة ارتباط للجواز فيها كل البيانات بتاعت الناس اللي النهاردة لجأت لنا واللي النهاردة اشتركت معانا وكل حلقاتنا اللي احنا النهاردة بنشتغل عليها وبنشتغل باستمرار في خدمة الجواز بشكل او باخر في اي قناة من القنوات اللي احنا موجودين عليها زي الصحة والجمال فبنبتدي نقصالها بان احنا النهاردة بنحط بيانات الناس اللي معانا وبنحط الحلقات دي موجودة معانا بحيث ان احنا لما شخص النهاردة بيكلمني والنهاردة بيبتدي يسألني عمين ناس مشتركة معاك هل يطار هلاقي مواصفات الشخصية اللي أنا عايزها ولا لأ فبتدي أقوله ارجع للصفحة بتاعتنا ومن هنا هتلاقي كل البيانات اللي أنت عايزها وكل الناس اللي أنت النهاردة بتدور عليه طبعا إحنا النهاردة هنتكلم برضو عن أخت تاني وهي الدكتورة عندها حوالي 37 سنة وهي هتبقى موجودة معانا برقم تلفونها واللي النهاردة حابب أنه يتواصل معاها هيلقي رقمها بإذن الله موجودة على الشاشة بحيث أنه هو يبتدي يعرض نفسه عليه طبعا هي أنيسة وهي من محافظة الدهلية وزي ما قلت من شوية 37 سنة وبتدور على حد يكون أعزب فقط أهم شرط بالنسبة لها المؤهل الدراسي يكون مؤهل يتناسب مع مؤهلها وفي نفس الوقت بتدور على حد يتناسب معها من خلال أنه هو يكون أعزب فقط بما سبق لهش الجواز زيها ده الحالة اللي أنا النهاردة ممكن أدربها للحالة اللي النهاردة بتتبعني وللناس النهاردة اللي بتشاهدني عشان أوصلهم الصورة النهاردة أنا ما ذكرتش اسم ما اتكلمتش عن أي حاجة تتعلق بالشخصية غير البيان العام اللي يتشبه فيه كام كبير جدا من الناس وهو ده الأمر اللي احنا النهاردة بنحاول نوصل المشاهدين مش معنى أن احنا النهاردة نعمل إعلان أن احنا النهاردة بنبتدي نشوشر على الشخص اللي اشترك عندنا لا احنا كل اللي همنا أن احنا نشتغل في سرية السرية بالنسبة لنا أن احنا النهاردة نقول البيان بشكل فيه مصداقية وفي نفس الوقت بيبتدي نوصل ليه كام كبير من الاختيارات بحيث أن احنا النهاردة نفتح له مجال للاختيار هو ده الدور اللي أحنا النهارده بنقوم به من خلال برنامج ارتباط وزي ما قلت من شوية يا جماعة إحنا بنشتغل بر السندوق الناس اللي النهارده اشتغلت في المجال واللي النهارده سبقتنا وطبعا ده كام كبير جدا من الناس اللي ليها التاريخ في الأمر ده كل الناس اللي كانت بتبتدي تتعامل من خلال فكرة الجواز كانت بتتعامل من خلال النمط الطبيعي اللي هو نظام اللي إحنا نبتدي يبقى عندنا بعض الناس المشتركين ندور من خلالهم على ما يناسبهم فإحنا النهاردة حاولنا إن احنا نطلع بر صندوق اللي احنا النهاردة اتعودنا عليه واللي احنا النهاردة اشتغلنا عليه بقالنا فترات طويلة من عمرنا بأن احنا النهاردة نستغل الظروف اللي احنا عايشين فيها والإمكانيات العلمية اللي النهاردة توفرت لينا وتوفرت من خلال التكنولوجيا اللي موجودة في كل تلفوناتنا إن احنا النهاردة نحاول نعمل إعلان ونقوم مواصفات الشخص ونبتدي نستجز بليه أكبر كم من الناس وهو ده فكرة جريدة ارتباط للجواز هو ده المضمون اللي احنا النهاردة بنقصله واللي احنا النهاردة بنتكلم عليه طبعا ده المقطع الأولاني بنبتدي به نشرح وضعنا للناس اللي ما شافتناش قبل كده والناس اللي ما تبعتناش قبل كده وهو ده الدور اللي انا النهاردة حابب ان انا نوصله وهيبقى معانا بإذن الله بعد الفاصل كم من بعض الشخصيات اللي بتبقى مشتركة معانا بحيث ان احنا نوضحها للمشاهدين وللجمهور واللي حابب ان هو النهاردة يتواصل مع الحلات دي هيبتدي يلاقي كل البيانات دي موجودة في جريدة ارتباط وهو ده الهدف اللي احنا النهاردة بنسعاله من خلال تواجدنا على قناة الصحة والجمال وبنبتدي نقول مواصفات الحلات اللي عندنا ونبتدي نساعد الناس اللي النهاردة موجودة في كل المحافظات بان احنا نطرح ليهم كل البيانات اللي بتبقى موجودة او بعض البيانات من وقت التاني بنحدثها كل شهر من خلال جريدة سعرها بيبقى سعر رمزي بيقدر يحصل عليها الشخص من اي مكان ومن اي محافظة هو موجود فيها بكل سهولة طبعا انا سعدت جدا باللقاء الاول وجزء من الحلقة ونبتدي بإذن الله نكمل بعد الفاصل بمشاقة الله نستعرق كل الناس اللي موجودة معانا شكرا لكم طبعا رجعنا لكم تاني بعد فاصل حبينا ان احنا نرجع بقى لكل الناس اللي موجودة معانا والناس اللي النهاردة مشتركة معانا عشان خاطر نبتدي نعمل ليهم اعلام ببساطة من خلال البرنامج اللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نوصل صورتهم لاكبر كم من المشاهدين اللي عندهم الرغبة في الارتباط طبعا زي ما كلمنا من شوية مع بعض ان احنا النهاردة الناس اللي النهاردة بدأ اشترك معانا هدفنا معاهم ان احنا نوصلهم لفكرة هم عايزينها وكل واحد النهاردة جيه اشترك عندي ودفع مقابل مادي ودتدى حط وضعه معايا فابتدي اساعده لحد ما يوصل بإذن الله للأمر اللي هو بيتمنى طبعا النصيب بيبقى في ايد ربا سبحانه وتعالى كل اللي انا بقدر اوفره للحالة اللي النهاردة اشتركت معايا ان انا احطها تحت دائرة الضوء ابتدي اقول مواصفاتها باستمرار ابتدي اخليها في حق متواجد للناس اللي النهاردة عندهم رغبة في الجواز بان هم يبتدوا يتواصلوا بيها ويبتدوا يعرضوا نفسهم عليها ومن هنا هو ده الامر اللي احنا النهاردة بنحاول ان احنا نقصله من خلال برنامج ارتباط اللي النهاردة بنبتدي نتشرب بوجودنا في قلب مكان وبنحاول ان احنا نقدم خدمة مشرفة للمجتمع بتاعنا وهدفنا في الاصل ان احنا النهاردة يعني نقف جنب كل واحد النهاردة فعلا بجد عنده الجدية وعنده المصداقية وفعلا بيبمنى امر فيه خير فاحنا بنبتدي نساعده لحد ما يوصل للامر ده طبعا زي ما قلت في بداية الامر ان احنا النهاردة عندنا بعض المشتركين اللي موجودين عندنا بشكل مستمر ومن هنا بنحاول ان احنا نعلن عنهم من خلال ان احنا بنقول بياناتهم بدون ما نذكر اسماء ولا نقول العنوين ولا نقول اي حاجة السرية بالنسبة لنا في اهم حاجة بنبتدي نوصلها للشخص اللي احنا النهاردة بيشترك معنا زي ما قلت من شوية جماعة اهم ما في الامر ان انا النهاردة لما اعلن عن شخص لازم اكون مؤسك من كل بيان بقوله عنه ولازم اكون عندي كل البيانات اللي يتأكد الشخصية اللي احنا النهاردة بنتكلم عنه طبعا على سبيل المسال هنتكلم عن اخت عن ده حوالي 47 سنة وهي من محافظة سهاج وهي انسة وبندور لها على حد يتناسب معها من نفس المحافظة او من اي محافظة تاني السن يتناسب مع سنها يفضل ان هو يكون اعذب او مطلق او ارمل المهم ان هو يعني يقدر لسونها ويقدر يوفر لها فرصة كويسة طبعا هي موظفة في مكان حكومي وهي ده مهاردة على قدر من الاخلاق والادب والجمال وبنتمنالها بإذن الله ان هي تلاقي الطلب اللي هي عايزها زي ما قلت من شوية هي عايزة حد يكون اعذب زيها هي انسة عندها 47 سنة عايزة حد يكون اعذب زيها او مطلق او النهاردة ارمل مفيش مشكلة وده الزوجة التانية هي مش بتحبه او مش مفضله وبالتالي اي الشخصية اللي النهاردة هيبتدي يتواصل معها هيلاقي رقم تلفونها موجود في قلب الجريدة ومن هنا بنبتدي نساعدها ونساعد الناس اللي النهاردة عن دوم الجدية في انهم يلاقوا الطلب ده النهاردة زي ما اتكلمت من شوية عن حالة ضربت بيها مثل وحالة تانية ضربت بيها مثل تاني زي الاخت اللي هي الدكتورة اللي احنا تكلمنا عنها وزي الاخت التانية اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي من القائرة عندها 32 سنة النهاردة بنتكلم على حالة تالتة النهاردة احنا بنقول ان هي محافظة سواج وان هي النهاردة عندها 47 سنة طبعا بوجودنا على قناة فضائية بيتوفر لنا كم كبير جدا من الناس اللي عندها الرغبة في الجواز زي ما اتكلمت من شوية عن اخت دكتورة هي من الدهالية واتكلمت من شوية عن اخت تاني موجودة في القاهرة وبتكلم دلوقتي عن اخت تالتة موجودة معنا من محافظة السواج وجودنا على قناة فضائية بيوفر لنا كم كبير من الاختيارات للشخص اللي النهاردة لقى لنا من خلال ان احنا النهاردة بنبتدي نقول بياناته ونبتدي نساعده بنبتدي نوضح الصورة اللي هو عايزها من خلال الناس اللي النهاردة عندهم رغبة في الجواز ومن هنا بنبتدي نستجلب ديهم كم كبير من الاختيارات هو ده الامر اللي انا عايز اوصله للمشاهد ان احنا النهاردة من خلال وجودنا على قناة فضائية بيبقى عندي ناس مشتركين من كل محافظة مصر ناس من برى مصر وهو ده الامر اللي انا برضو حابب ان انا وصله لكل واحد من ضمن المشاهد النهاردة بيتابعني ممكن يكون بيتابعني الاول مرة فعايز اقوله ان احنا النهاردة مش قصرين على القاهرة مش قصرين على محافظة القاهرة احنا وجودنا على منبر كبير اوي هيا قناة الصحة والجمال بيوفر لنا وبساعدنا في ان احنا النهاردة نعلن عن الاشخاص اللي النهاردة عندهم الرغبة في الجواز من خلال القناة الفضائية وبالتالي بيشوف القناة الفضائية ناس كتيرة في كل محافظة في مصر وبرى مصر ومن هنا هيا دي الامر اللي احنا النهاردة بنتميز وبننفرد بي عن ناس كتيرة جدا سبقنا في الأمر ده طبعا زي ما قلت من شوية أنا عندي ناس كتيرة جدا من كل محافظات مصر بس اللي يهمني في الأمر إن أنا بقى ببتدي أوصل صورتهم للناس اللي موجودة من المشاهدين وزي ما قلت من شوية جماعة المصداقية بتوصلنا لأحسن حالة إحنا النهاردة بنبقى رادين بيها عن نفسنا بأن إحنا النهاردة خدمنا الشخص لحد ما وصلناه للأمر اللي هو عايزه فبالتالي أي حد النهاردة حابب إن هو يتواصل معايا هيلقي أرقامنا بتبقى موجودة على الشاشة وهتبقى موجودة بإذن الله باستمرار موجودة على القناة ومن هنا يقدر يتواصل معايا أو يتواصل مع فريق العمل ومن هنا نقدر نساعده لو هو عنده رغبة في الأمر ده وزي ما قلت من شوية جماعة أساسي شغلي بيتحربيه الدق بتحربيه المصداقية لازم الشخص اللي النهاردة يشترك عندي لازم أوصل الصورة كاملة للمجتمع اللي النهاردة بيتابعني زي ما قلت من شوية إحنا بنشتغل بر الصندوق بشتغل بر الناس اللي المشتركين ببتدي النهاردة وصل صورة للناس اللي بتتبعني وهو ده الفكر اللي إحنا النهاردة عايزين نوصله باستمرار وعايزين نوصله إن إحنا النهاردة عندي بيانات لكل حالة النهاردة بتبقى موسقة بورق رسمي يعني لو واحد النهاردة أو واحدة النهاردة قيتلي مطلقة بيبقى عندي صورة من أسمة الطلاق لو النهاردة واحدة بتقول لي أن أنا مساء عسابين مثال دكتورة أنا بيبقى عندي كمان شهادة أو أن هي مذكورة في قلب البطاقة أو كرني الجامعة بتاعها أو كرني النقابة بتاعتها بتوفر لي الجزئية دي أن أنا متأكب من بيان الشخص اللي النهاردة بقوله بس أنا النهاردة ما باستغلش ده إلا أن أنا أعلن عنه بشكل عام إنما ده ما بيترحش على المشاهدين ولا على المتابعين اللي النهاردة بتبتدي النهاردة تبعيني وعندهم الرغبة كل اللي بقدر أقوله إن أنا النهاردة أقول معلومة وابقى أنا متأكب من المعلومة اللي أنا بقولها ومن هنا هو ده دوري إلا أنا النهاردة بحاول إن أنا وصول الناس اللي النهاردة فعلا عندهم الرغبة في الجواز من خلال برنامج ارتباط ومن خلال جريدة ارتباط إن إحنا النهاردة بنقول للبيان اللي فعلا بجد ينطبق على الحالة طبعا في بعض الناس كتيرة جدا هيجي النهاردة يتكلمني يقول لي بلاقي على بعض الوسائل تواصل الاجتماعي بعض الناس أيلة بيانات وأيلة مواصفات أو بخش على مواقع للجواز وبالتالي بلاقي الأمر ده موجود في كل حتة بس أنا عايز أقوله إن إحنا النهاردة بنحاول قد المستطاع أن إحنا نغير الأمر اللي النهاردة الناس تعرفت عليه من خلال إن النهاردة كل واحد يقدر يسجل بيانات على أي موقع أو أي بيان ما حدش يبتدي يعرف هل يتعرف فعلا ده دكتور ولا ده مهندس ولا ده أعزب ولا ده مطلق ولا ولا إنما إحنا النهاردة من خلال البرنامج اللي إحنا بنقدمه لما بنجي نتكلم عن شخصية ما أي أن كان راجل أو ست أهم ما في الأمر بنحاول نوصله إن إحنا النهاردة نتأكد من بيان الشخص عشان لما نقوله في برنامج ونبتدي نساعده نبتدي نبقى إحنا متأكدين إن إحنا بنساعد الشخص اللي فعلا يستاهل المساعدة نبتدي فعلا نقول البناء آدم بشكل كامل عشان نبتدي نوصل الصورة كامل بكل مصدقية مصدقية الأمر هو ده الأمر اللي أنا بحاول إن أنا نفارد به عن بعض الناس اللي النهاردة سبقيتني واللي النهاردة ناس كتيرة قوي بتشتغل في الأمر ده ممكن ما يبقاش عارف الشخصية اللي النهاردة بيبتدي يعلن عنها زي ما بنشوف في بعض القنوات اللي النهاردة بتتكلم برضو عن موضوع الجواز بيبتدي يقول بيانات بس بتبقى عبارة عن شرايب موجودة على الخناة بتستعرض بيان أو حالة من الحالات بدون ما يبقى فيه أي مصدقية للأمر بيبتدي يعرض رسالة بتجيله وبالتالي هو ما تعرفش على هل فعلا الشخص ده فعلا عنده نية في الأمر هل يطرى النهاردة الشخص ده عنده الإمكانيات للأمر هل يطرى فعلا البناء المده على نفس المستوى اللي ذكره عن نفسه إذا كان أعزب أو مطلق أو أرمل أو النهاردة دكتور أو النهاردة مثلا مهندس أو النهاردة أين كانت المهنة بتاعته لأنه بتبقى رسالة وبتتعرض إنما إحنا النهاردة من خلال برنامج اللي إحنا بنقدمه بنقدم أشخاص حقيقيين عندهم فعلا الرغبة في الأمر ومن هنا هو ده الدور اللي أنا النهاردة بحاول إن أنا وصله مشاهد إن إحنا بنفرد بقصة مهمة جدا 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 هي المصداقية في الأمر المصداقية عليها كل حاجة بتبني بتبني صح إنما إحنا النهاردة لو بنينا الأمر من خلال كلام من غير واقع فعلي فبنبتدي نلاقي إن في بعض الناس النهاردة بتتأذي طبعا زي ما اتكلمنا من شوية وقلنا بعض الحالات هاتكلم برضو عن أخت تانية من ضمن الناس اللي موجودة معنا وهي عندها 38 سنة من محافظة المنوفية وهي أنيسة وزي ما قلت هي 38 سنة من مؤهل متوسط وبتدور على حد يتناسب معها شرط بالنسبة لها الإقامة في المنوفية هي أنيسة 38 سنة من مؤهل متوسط وهي بتدور على حد يتناسب معها من نفس المحافظة وهي عايزة حد يكون أعزب أو مطلق أو أرمل مش عايزة برضو وضع الزوجة التانية ودي من ضمن الحاجلات اللي موجودة معنا واللي ممكن بإذن الله حد النهاردة يلاقي إن هي مناسبة لي فيبتدي من هنا يتواصل بالجريدة ويبتدي يشتري الجريدة هيلاقي كل البيانات دي وهيلاقي رقم التلفون بتاعة الحالة دي طبعا برضو من ضمن الناس اللي موجودة معايا هي عندها أنيسة عندها 36 سنة وهي محافظة أسيوت وهي معها معها مؤهل فوق متوسط وبتدور على حد يكون مناسب لها من محافظة أسيوت وأهم حاجة بالنسبة لها أن هي ما بتقبلش وضع الزوجة التانية هي أنيسة 36 سنة معها مؤهل متوسط من أسيوت وهي بتدور على حد يتناسب معها ويكون من محافظة أسيوت وزي ما قلت من شوية يا جماعة هي لا تقبل وضع الزوجة التانية دي الحالة اللي النهاردة بنتكلم عنها واللي احنا النهاردة بنقول عليها بحيث أن النهاردة لو في حد من المشاهدين شاف أن هي تناسب معها هيبتدي يتواصل من خلال أنه هو يشتري الجريدة ويبتدي من هنا يلاقي رقم التلفون ويبتدي يتواصل معها وبتمنى بإذن الله أن احنا نكون عند حسن ظن الناس اللي بيتتبعنا طبعا فيه برضو أخت تانية هي أرملة وهي عندها 30 سنة من القاهرة وهي عندها يعني على قدم الجمال وعندها بنت عندها 6 سنين وبتدور على حد يكون لا يقبل الإنجاب أو لا تفضل الإنجاب يعني هي أرملة عندها 30 سنة وعندها طفلة وهي بتدور على حد وماش عايزة يبقى في إنجاب زي ما قلت من شوية هي ممكن تقبل وضع الزوجة التانية أهم حاجة أنه هو يكون من القاهرة الكبرى بس زي ما قلت من شوية يا جماعة أرملة 30 سنة وهي من القاهرة الكبرى وهي بتدور على حد يتناسب معها وفي نفس الوقت لا تقبل إنجاب وتقبل وضع الزوجة التانية ودي من ضمن الحالات اللي موجودة معانا واللي حابب إنه هو النهاردة يتواصل معاها هيبتدي برضو زي ما قلت من شوية هيلاقي كل البيانات دي موجودة من خلال جريد الترتباط وزي ما قلت يا جماعة إن هي موجودة في كل محافظة مصر ومن هنا هيبتدي إلاقي المواصفات دي موجودة برقم تلفون يبتدي يعرض نفسه عن الناس اللي موجودة دي طبعا في أخت تانية عندها حوالي 34 سنة وهي من محافظة المنوفية وهي أنيسة وهي على قدر من الجمال وزي ما قلنا من شوية إن هي أنيسة و34 سنة من المنوفية اللي النهاردة حابب إنه هو يتواصل معها يفضل إنه هو يكون من نفس المحافظة ويكون مستواها العلمي يعني يكون فوق المتوسط وإن هي عايز حد أعزب أو مطلق بدون أولاد المهم هي لا تقبل وضع الزوجة التانية دي حالة من ضمن الحالات اللي موجودة معنا واللي النهاردة حاولنا إنه إحنا نوصلها للمشاهدين واللي حابب إنه هو يتواصل مع الناس اللي موجودة معنا هيلائي كل البيانات دي موجودة في جارة ارتباط طبعا أنا بأتمنى إنه إحنا نكون ضيف خفيف على كل المشاهدين وعلى كل المتابعين وأتمنى بإذن الله إنه إحنا نكون وصلنا الصورة كاملة وطبعا أنا ساعدت بوجودي مع كل الناس اللي بتتبعاني وأتمنى بإذن الله أننا أكون عنده وصل نظر ربنا سبحانه وتعالى ومع الناس اللي معنا قدرت أننا أوفر لهم الفرص اللي هم عايزين شكرا لكم شكرا لمتابعة